وفاق عامر يعني أدوار كتيرة مراحل حلوة من بنت الجميلة البسيطة لبنت البلد للدكتورة للأستاذة للوزيرة للسعادية للأم يعني بجد نقول إيه خلينا نبدأ من رمضان ورجعين يا هوى رجعين نستقبل وفاق عامر مساء الفل يا وفاق مساء الخير عليك وعلى السيدات المشاهدين وحشتي التلفزيون التلفزيون وحشنا وحيفضل في قلوبنا وصح الفضل علينا وعشان كده أنا جيت عملت إيه هنا في ستوديو عشر عملت هنا كنت بقى في طابور عشان المخرجين يختاروني هنا في ستوديو عشر أو عندي حنين غير طبيعي للتلفزيون تلفزيون ده حيفضل المادة اللي بتدخل كل بيت بسيط اللي بتدخل القلب كل حد بيدور على حقيقة التلفزيون المصري لحد دلوقتي القناة الأولى القناة الثانية عندي الفضائية المصرية التلفزيون المصري وانا عايزة أكد لكم انه حقيقي لما اتكلمنا أنا ووفاء بقالنا فاترة بس عشان أعمال رمضان قالت لي والله أنا جاية جاية بس أخلص كل اللي عندي وما قدرش تأخر عن تلفزيون المصري بصي أنا فرحانة ان انت بتعملي البرنامج ده وفرحانة ان في نجوم زيك وزي غيرك موجودين معاكي في نفس القناة محافظين على قوام القناة الأولى أكيد القناة الأولى هي احنا وإحنا صغيرين كان بسرعة افتحوا القناة الأولى المسلسل بتاع تمانية بسرعة القناة الأولى عشان نشر التسعة طبعا بسرعة القناة الأولى ايوة انت قاعدة في نشر التسعة هي انت قاعدة فعلا في القناة الأولى كلها مسبيره جمال مسبير انا تمان يعني كده وانا طبعا تاريخك شايفاه وعايشين معاك احنا يعني نفس المرحلة أصلا لكن نسيت انك كنت في الفوزير اه يعني عملتي في الفوزير حققت كتير انا جيت عندي 17 سنة عملت مشهد في الفوزير كنت مع نيلي اه وفي الستورجيو لانا دخلت ليه فيه قوضة ده ايوة انا كنت بنام على الكرسي عشان مستنى يدخل لعمل الشوت اه وشقاوة وغنى وضحك ورأس وفاق مشوارك كان طويل يعني انت من المعهد وانت من قبل المعهد من قبل المعهد وانت بتحلمي هتعمل بتحلم كنت شايفة الطريق أعمل ازاي كنت شايفة الطريق سهل وكنت شايفة الطريق ان انا هاوصل بسرعة وكنت شايفة الطريق ان انا هتشهر بسرعة وحعمل ادوار بسرعة وكنت شايفة نفسي ان انا يعني انا انا وفاق يعني طبعا الكلام ده كل مشوار مجهد ومتعب واتعب له طعم النجاح بعده طبعا اه انت احنا عندنا دايما مشكلة في مصر بشكل عام ما عندناش فكرة صناعة نجم يعني اللي هو نهتم بيه ونصنعه ونتبعه ونغير فدايما النجوم اللي بتبذل مجود هي اللي بتصنع نفسها فوفاق عامر انت لصنعتي نفسك ازاي قدرتي تغيري يعني من الفوزير بقيت وفاق عامر في حتى تاني خالص يعني من بنت البسيطة خلينا نقول من دور بيتقال عليكم بارس اه انت مكسوفة تقولي لكن انا بفخر بتاريخي ان انا جيت عملت مشهد ومشهدين وثلاث مشاهد ده مش اهيب لا طبعا ده نجاح ده انا بحس انه وسام على صدري ان انا يعني قد كده تعبت قد كده مشيت بالراحة قد كده عملت مشهد اتنين تلاتة لحد ما وصلت اني بعمل بطولة وممكن اشارك في بطولة بالعكس ده طعمه جميل جدا 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 لما يدخل شهر رمضان ونحضر للأعمال ويبقى المخرجين مش لقين ماينفعش غير وفاق عامر تيجي في رجعين يا هوى حتى لو هيتزعف رمضان وتبقى موجودة في جزيرة غمام واللي اتنين مهمين وبيت الشدة وبيت الشدة فده بتسميه نجاح وبتسميه ايه يعني المخرجين النهاردة شايفينك فين اولا هو حب انا ما عنديش مشكلة مع زميل او زميلة والحمد لله رب العالمين يعني انا لما بشتعل مع شركة بيرجعوا تاني يجيبوني مرة واثنين وثلاثة بتبقى كل حاجة محسوبة من البداية بالورقة والقلم نادرا ما بيحصل لي دروب بيزعلني بس بيعلمني اني ما غلطش تاني زميل عاشرة عمر محترمين جدا اشتغلت معهم السنة دي كنت محظوظة جدا اتمنى ان ربنا يمن علي بالحظ ده كمان في سنيني اللي جاية لو ربنا كتاب لي عمر ادوار كنت بحس باني اخينا لو قلت لأ خيانة خيانة للمهنة اللي انا حبتها المهنة اللي انا قدتها من عمري المهنة اللي انا كنت حاسة انها متعة بالنسبالي واستمتاع مجرد التنقل من شخصية لشخصية لشخصية ادوار كانت صاحبة هدف ومغزة ومعنى وبتؤدي او بتؤدي لرسالة فكنت حبق ازعلانة لو سبت قرتي مين الاول ايه اللي جي الاول في التلاتة خلينا نكلم على رمضان بتشده بتشده انه هو بيتكلم عن الاعمال وكده لكن المثقفين طبقتين المثقفين اللي شوية قريين هيعرفوا ان احنا العالم كله بيدار وكان فيه رعب مساحة رعب اه كان فيه مساحة رعب اول مرة تلعبي السكة دي انت جريئة يا وفاق بتحبي الجرأة بتحبي تغمر انا بلاقي ان انت في السنوات الاخيرة ما هو الفنان اصله عاجينة من المغامرة حقيقة فحاسة ان انت لأ فرصة اعمل انا عايز اعمل ده يعني ما عملتوش قبل كده اه ما كنتش بتخافي اه كنت احيانا بتحصل لي حاجات عكوسات فضيعة جدا في المسانسل ده بالزيت لانهم كانوا كاتبين شوية تلاصم على الحيطة وطلب مني ان انا ما ارهاش ومن باب الفضول قريتها اه فكان كنت تخلي شوية لا انا كنت تخليش هيك كيفي على وش يعني يجبوني من على الارض فاقة مش يغم علي سحر معرفش هو اللي كتبهم كان متخصص يابدو زيادة عن اللزوم فانا حتى كل ما بتفرج على الحكاية ده انتي خايفة وانتي قادة بتتفرجي بعد ما عملت اه لانا ساعات مش عارفة انا عملت كده زي لما بفتكر المشهد وانتي بقى لوحدك يعني عملتي ده كنت بتحسي بايه حتى انتي انا بقى اين اتغيرك كمان هنا اه فيها خوف ورعب وماكياج طيب طلعت من ده رجعيني هوا بقى يعني وكان عندك الاتنين يعني انا هقولك على حاجة مكالمة محمد سلامة محمد سلامة المخرج اه يعني من الناس اللي هما يعني بيتشعبط في اي حاجة توديه في سكة نجاح مخرج شاطر وصبور على الممثل لحد ما يوصله اللي هو عاوزه اذكر مرة من المرات قاعد يتكلم معي ساعة التليفون قطع كلمني بعدها ساعة علشان تبقي موجودة في العمل حبيت الشغل معي من قبل ما اشتغل ايه اللي بيميزه بالنسبة لك انت كاوفاق عمر هو مخرج شاطر والصورة عنده حلوة قوي اه قوي بيقرأ ابداعي عارفة يعني بيقراك بيقرأ الابداع مش انا بس عارفة انت جواك ايه ويقدر ازاي يحطه في البرواز ويوصله لك عشان يوديك في السكة الصحة طيب لما قريتي بقى يسرية لان يسرية بقين عايزة اقول ايه بالعبق بتاع اسامة انور عكاشا وبعدين معاكي بقى يعني برضو ايه المسلسل ده كان في كان بيفكرنا كده بالحلمية على يعني الريح على ابو العيلة البشري على الاغنية نفسها يا شبك اسمعي الاغنية حنيت للبيت والحضن للبيت انت عارفة الاغنية دي انا كنت بدمع طبعا اسمعها كده قلبي دق وحس ندموع طب هقولك على حاجة التليفزيون المصري واعماله العظيمة وعمار يا اسكندرية حد يقدر لا طبعا ويشط اسكندرية طبعا اللي عملناه هنا برضو طبعا تقدري تسمعي شط اسكندرية من محمد سروت وعنيكي ما تدمعش وكنا لسه بنكلم محمد الحلو والاهالي الحلمية ربنا يديله الصحة بنا يديله الصحة برسيجي تنبتي فكرتيني طبعا واحنا محمد الحلو ومن الأصوات المهمة جدا في مصر طبعا أنا بتمنى له الشفاء إن شاء الله بإذن الله يسرية بقى أنا عايزة كده أحط يسرية وحط وفاق عامر وعايزة أعرف مين يعني أنتي ويسرية قريبين من بعض في إيه وبعد عن بعض في إيه أولا يسرية ما بتفكش الخط أنا تعليم عالي طبعا يسرية ما بتفكرش يعني هو كان المخرج وهو بيشرح لي هو محمد سليمانة عبد الملك يعني بيقولولي إنها اللي تحس بي تقوله ليجي على بلها أنا مش كده أنا لازم أفكر وأرتب وأشوف داي ينفع ولا ما ينفعش الناس العقلة كده يفكروا الأول ويستخدموا الدماغ وبعدين اللسان وإلا الدنيا بتغرق لازم ناخد بلنا جدا من الحديث المشاهد بتاعت المطبخ كان فيها من وفاة دي مني أنا دي مني كنت انت عارف أكيد من المطبخ طبعا يعني كنت دايما وأستاذ مامدوح ربنا يرحمه يا رب ويعني بجد يعني روحوا حاضرة معينا لأن المبنى ده هو كان مبدع واتعمل هو كان بطل وأنا كنت بعمل دور صغير في ليلة الحلمية في حاجات كتير جدا كان دايما هو يتبح وأنا أطبخ في البيت يعني هو كان خير جدا جدا صح فده كانت دايما أأكلهم في التصوير فأكيد حكيالك أكيد حكيالي وكان بيحبه أوي أنتو اللي اتنين عشان بتقدمه خير راجل هو كان راجل خير أساسا يعني اللي محدش كويس أن الموضوع يتفتح اللي محد إحنا كنا بنتبار أنا الأستاذ أنا دايما كنت برغم أن ما كانش فرق السن بيديو دايما أقول الأستاذ لأنه هو كمان راجل أيوة يعني مرة مثلا حد دايقني في التصوير يعني برضو لازم أحكي الموقف ده في حضرة وجودك وملايكته حضرة مش عايزة أقول لك ثابت تصوير ومشي وحماني يعني عارفة زي أنا فكرة أنا حاجة حد زعاقلي يعني مش حد دايقني مضايقة بيخة أو كده لأ حد علّى صوته علي وشاف نفسه هو كان بيحس لما بيبقى عمل وهو يعني مسؤول عنه أن الناس في حمايته حقيقة أنا حنسى دور المزيعة وابقى حكي معي كثير لازم لازم طيب أنا حرجع تاني اليسرية وبساطتها ولززتها وضحكها وعلاقتك بالولاد أيوة يعني العلاقة ما بينك وبين الولاد فيها علاقة بينك وبين ابنك فيها شبه آه فيها شبه مين أكتر واحد كنت بتقولي نفس الكلام في البيت وتقوليه في المسلسل نور 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 ابني في المسلسل عمر محمد فوزي وعمر محمد فوزي في البيت الاتنين مغلبينك يعني كان نفس الاحساس والاتنين مؤدبين كده يعني عمر نفس الشيء يعني عمر حتى لما بيتفرج على نور يقضي بسري ويدحك لأنه حاسس إن كأن المؤلف عايش معنا في البيت يقوليكيش الحميبة أما كفانت يعني بطلع عيني في البيت لأ هو بيقولي عشان تشوفي ردود الأفعال من الشارع أنا ما بحكيش آه شوفي بيقولولك إيه حيوة بيغير عمر لو يبقى فيه ولاد انت أم ولاد ولا بيعتبر أن انت فنانا لأ خالص عمر بيجيب لي ولاد أبقى أمهم آه يعني أنا عندي صحاب عمر وأكيد بنتك بتعمل كده وده جميل إنك تبقي أم طبعا عندك احتواء للولاد صحيح صحاب عمر ساعات يبعتهم وعندي يعود أكيد العلاقة بينك وبين أنوشكا ما هي برضو علاقة يعني عارفة باكيزة وزغلول يعني رايا وسكي يعني كان في علاقة كده كواليسكو كتعاملة إزاي أنوشكا أنا بحبها جدا وشخصية كده السهلة وطفلة طفلة كبيرة أنوشكا أنا حبها جدا وهي تحبني ودايما نتكلم مع بعض من فترة للتانية وساعات مثلا أنا بقى ماضي عمل وأنوشكا تيجي نكمل واشتغلت معها زمان كان بطل علي أنوشكا عليك في أحد الأفلام بتاعت المبنى العظيم ده أنوشكا لما كنا بنشتغل مع بعض لازم تخبط علي بيسعيدك ده جدا لا بيسعيدك أنك يعني إيه تقولي نفسك أيوة يا وفاق شوفي كنتي إزاي وصلت دلوقتي قدام اللي كانوا أبطال عليك رحلتي أيوة ومش عايب على فكرة لا مش عايب طبعا طبعا يعني بفخر بدا أن أنا دلوقتي وقفة في مكانة جنب زملائي بعد رحلة تعب وكفاح فيش حاجة بتيجي بالسهل لازم نفضل نتعب طول ما إحنا ربنا قال وقل عمله صحا ما قالش وقلت كمان أنه خالد النبوي أصر على أنك تبقي موجودة طبعا وده يعني شرف لي وقال لو أنت ما وفقتيش حيكلمت حيكلمني بنفسه أيوة عارفة بيبقى فيه ناس والشاه حلوة عليك أيوة طبعا هو كواليس العمل والروح كان مش عارفة أسرة ولاية على رمضان حقيقة يعني حسينا كده أن إحنا معاكم يعني في البيت أنا كنت أحسى أن الجمهور معنا جوه الشاشة وإحنا كنا بنطلع له من الشاشة حقيقة وهو الناس بتحب الفنان اللي يروح لهم لحد عنده احنا بالروح صحيح حرجع أكلمك تاني حنشوف كده حناخد فاصل قصير وهعرف أصل وفاء عامر يعني جريئة ما بيهمهاش أدخل أصور مع محمد رمضان أدخل أصور مع محمد رمضان أروح أصور مع جيل تاني أصور مع جيل تاني أرجع في بطولة جماعية أرجع أروح بطولة أروح هو ده الفنان أو هو ده الممثل وهو وفاء عامر ممثلة مع فنانة وفاء عامر فصل قصير ونستكمل معاكم انتظره عشان نعرف حكاية هلالة وصلت لفين أعرف يا وفاء أنا حسيت أن للحظة أن أنشكة تعبت بجد منك يعني بجد يعني مش ملحقة عليك كواليس المشهد دكت عاملة ازاي؟ هي كواليسنا كلها أنا وأنشكة كانت حلوة ومريحة ولطيفة يعني يا أبوثي كان عندنا مخرج قائد برغم سنه صغير 30 سنة شاب صغير بس قائد يعني بالبصة وقت ما يحب هنشتغل خلاص هنشتغل ستوب ستوب يشتغل كل حاجة وكان لازم التضاد ده ما بينك وطول الوقت في الشكل إيه كمية الغوايس دي؟ حقايا الناس كنت بجد من حاجة شايفة يعني أنا والله العظيم ثلاثة ما بحبش دي عوار اتنين يعني لحد دلوقتي عندي علامة في إيدي وكان لازم تفضلي لبساها بقى فترات تقوليها عشان اكسسوارات الشخصية نفسها طيب برجعين يا هوى أولا أول انطباع الناس قالت لك إيه؟ الحالة بتاعة العيلة الانطباع أنا بشوفه جوال استوديو أولا أستاذ محمد سلامة مدام مه أمام حبيبتي واجه لهم تحية لما كنت بعمل مشهد كنت بشوفهم بيتحكوا كنت بتكسف جدا يعني كنت أعمل كده واجري لأن أنا لو خدني عناية خدتني وإحساسي خدني إنهم عملت حاجة كوميزي وبتضحكهم أنا ممكن أنا بوز كنت دايما أنا بقولهم إيه سبب إن أنا كنت بعمل مشهد واجري على قطي بسرعة عايزة تبقي طبعية أنت يسرية بجد زي ما كنت في الطفان برضو كان أستاذ خيري بشارة وكانت معي لما دمها أمام كنت بأعرف وشهم حتى الدموع أشوفها في وشهم لأنا أحرج على الطفان ده أصله حالة لوحدها خليني أخلص رمضان تعالي نروح جزيرة غمام مع بعض دور هلالة دور سهل وصعب كتابة فيها من التسامح والأخلاق والروحانية دور تقدري تقولي كده ورق كده جديد من نوعه ودور ساعتنا حس أن أنت هتكلي العمدة وهن لقيكي بتحتضني وتحتضني العيلة والقوة بتاعت المشهد اللي أنت بتكلمي فيها اللي هو مفيش خوف لا الست القوية الصح ده اللي قدرتي تعملي قلتش قلتش إيه يا شافكي الصح الصح من طول ما الست صح تحط صبعها في عين التخين حكيلي عن وانت بتعملي الدور ده كهلالة خدتي إحساس مين خدتي إحساس مصر ستة المصري خدتي إحساس مين لما تبقى ستة صح زي ما انت قلت دلوقتي واخترت لها ستة صح الوحيدة اللي مش مسك عليها غلطة حتى لما قالها بيجيلك في البيت قالت له ده جوزي على صنة الله ورسوله مهو الشر ماقدرش يأذيها مقدرش مقدرش يعمل معها حاجة مقدرش الستة اللي لما ابنها غلت قالت له قالت ده غلت لو غريب هيتعمل مع إيه اللي تعمل مع الغريب يتعمل مع إيه كواليس جزيرة غمام كواليس عمل عمل كان صعب واللوكيشن نفسه شكله والحالة اللي انتو كلكو فيها يعني بطولة جماعية قوية جد ونفسة شديدة جد صحيح عشان كده هما ما عملوش تتر يعني حيحطوا مين يعني كلهم أبطال ساز الرياض الخولي ميز الدين طرق لطفي حمود البزاوي خايفة أنسة نيس فيه ناس كتير يعني كلهم نجوم الناس كلها نقفتح يا عبد الوهاب طبعا الرياض الخولي كل الناس الحقيقة العالم بتاع عبد الرحيم كمال عالم مليان روحانيات ومليان رموز ومليان حالة كده مركبة أنت بتلاقي نفسك في الحالة دي؟ هو الفن هو الحقيقة بس مش معنى من كل حاجة موجودة في الفن أحيانا بيبقى للتسليه طبعا أمريكا نفسها عندها دور تعمل أسلام للتسليه أنت واضحة يعني آه أنت بدخلت ده زي ما دخلت زي ما خرجت أو أنا اكتسبت إيه ما فيش حاجة فالتسليه في الفن هدف والتعلم والقيمة في الفن هدف لما دخلت المسلسل ده تحديدا كنت بتحملي رجعيني هوا وليلي بصراحة كنت حاسة أنه لا أنا أكيد بقى حبقى قريبة للناس أكتر من رجعيني هوا وبينفجئتي بكمل إعجاب بالجمهور في جزيرة غمان لا خالص ولا كنت حاسة بالاتنين ولا حاجة من دول أنا كنت هقولك هل حاجة يعني كان بيجي علي وقت مثلا عندي أسبوع ده من حصن حظي في رجعيني هوا خلصت رجعيني هوا الأسبوع ده عندي أسبوع فاضي أنا معزولة تماما أنا ظلمت بيتي بالكامل يعني ما قبلش حد لو ابني طلب مني حاجة أنا مش سمعاه مع أننا موضوع ده بيهرني لأن أنا بحب أنا ارتضيت أني أبقى بشتغل زي أي ستة مصرية بتشغل أي شغلانة لازم أراعي كمان فيها بيتي وابني وحياتي بس أكيد هما مقدرين يعني ده وقت لأنه بيت فن طبعا وماما ربنا يديها الصحة بصراحة عاملة معنا دور كبير قوي بتعمل معاك إيه بس أنت وقايتن يعني بصراحة يعني ماما دي تروح فين يعني والله ربنا يديها الصحة طبعا طيب التلت أعمال دول في رمضان أنت بقى كوفاء اللي قاعدة في البيت ولم لا حقيتش تقعد في البيت خالص واللي بتتفرج قلتي عجبك إيه يعني لو أنت قاعدة وطلعت نفسك بره وفاء عامر أنت وفاء اللي بتتفرج لا ما بحبش أتفرج على نفسي قوي في تلفزيون وركز إيه اللي بيقلقك لما تشوفيه نفسك دايما أنا في حالة عدم رضا بالذات يعني لو سألت الناس اللي حوالي فأي حاجة أنا راضية ودايما بقول الحمد لله بس في الشغل دايما بحب نجح عايزة بقى الأحسن طبعا أنت عاملة أعمال نجح يعني مثلا لما تتطميني ترجعي تتفرجي حتى ولو تطمين أنت أشوف مشاهد وحاجات مقطعة كده آه تقولي كنت عايزة أعمل أحسن آه في مشوارك يا وفاء إيه العمل اللي لو رجع تتمنى تعمليه تاني وهتعمليه أحسن آه كل الأعمال اختريلي واحد كلهم والله يا شبكي كلهم تتمنى ترجعي تعمليهم تاني آه أنا كده آه لأ أنا أقصد يعني واحد ما كنتيش راضية ونفسك تعمليه تاني كنت نفسي مثلا كاريوكا أعمله يبقى فيه أكتر من كده كان طبعا معمول في وقت الحقيقة صعب آه يعني اتعمل في الأثناء الثورة اتعرض في وقت فيه ناس كانت فنفسك لو رجع ترجعي تثبتي تاني مش في الأداء بس انتجيا كمان كان محتاج ياخد حقه الناس عملوا اللي عليهم بس كان محتاج يبقى فيه لأن كاريوكا كانت تحتاج أكتر من كده مثلا المنطقة اللي كانت فيها الفنانة العظيمة هيا كاريوكا بتروح بنفسها بالسلاح وبتعرض نفسها هي ورجي قبازة عشان ينقلوا سلاح للفدائيين ده ما خادش حقه قوي المنطقة دي شخصية تحية كاريوكا مش سهلة هي ما كانتش مجرد رقصة ولا كده لكن ليها حاجات كتير في الفن وفي السياسة وعملت حاجات كتير يعني بتإبداع اه ايه اكتر حاجة لقتيها صعبة وانتي بتقدي الشخصية دي المشهد الاخير لما ماتت لما ماتت كان تحية كاريوكا لها ماما عايزة تاكلي ايه وهو اللي حكاية لي الحكاية وهي بورسعادية وهو اسكندراني زي فقالت له عايزة اكل سمك ماشو يا واد يا سامير هيكت تقوله يا واد يا سامير فوانا بخذر معاه في التليفون قلت له نفسك في ايه يا واد يا سامير قال لي نفسي اكل سمك ماشو يا توح اه فبعد ما قفل قلت له ولا اصطاد لك الكابوريا لانه كان بيجي عندي مارينة وانا بحب بصيد الكابوريا والحاجات اللي هي الصعبة دي فقال لي لا عايز اكل سمك ماشو يا توح فحتى قلت اللي في البيت وكده قلت لهم ده طالب سمك ماشو خلاص انا خليها الجمع او السبت كده نرتب ونروح له وما امهلناش القدر يعني سبحان الله ربنا يرحم ويرحم كل فنانين يا رب عايز ارجع معاك تاني وفاء انت الطفان انت بتحبي البطولات تكلمتيني في الطفان تكلمتك طبعا كنت عاملة دور عظيم كنت مكلمة غالية علي اه دور عظيم وفاجئتيني انا شخصيا بس انت بتحبي الادوار الجمعية اه الصعبة يعني مش بتدايقك مش بتدايقني لان فيه منتجين شاطرين بيعرفوا يختاروا الموضوعات ويعرفوا يختاروا النجوم الصح يحطوهم فين يعني مثلا ريمو مقار لما كان اقتراح ان كلهم نجوم في روجينا في ناس كتير قوي كان فيه اعداد ونجوم مدام نادي رشاد طبعا برضو من ولاد التليفزيون المصري واللي حقق ونجحت هنا كتير مع مدام انعام محمد علي دور التطفان شبه ستات كتير بتضحك عليهم من مجد المصري اه ومجد المصري النجم الكبير مجد المصري طبعا نجم احمد زاهر ما عملوش تاتر صحيح لكن عاملين عمل ضخم فانا لما حد يطلبني يقول لي ما عنديش تاتر تيجي تشتغلي معايا اقول له دور حلوة ايجي اشتغلي لان كل الموجودين نجوم بعد انه قد في مشوارك مرة كده اقال له لا وفاق بقى دور بنت البلد حلوة عليها ما تطلعش برك حتى يما عملت الملك فاروق ماليسا حقولك رحتي انتي عاملة الملكة نازلي سكتتي كل الاصوات دي يعني كنت سعيدة انك قدرتي تردي بالسوق انا كنت فرحانة من قبلها انهم من الاول عاملين حملة ازاي وفاق عامل تعمل دا عشان كده اي حد حربك نجحي اعملي اللي مش متوقع ايه ايه اللي تعلمتي عشان تبقي الملكة نازلي لا حاجات كتير يعني الملكة مثلا انا كنت بجيب ناس عشان حتى رجعت لما بنتكلم دلوقتي فكرتيني لا الملكة مثلا انا ممكن كوافاء ممكن ارفع ايدي كده لكن الملكة ما ترفعش ايديها طبعا الملكة تنادي ايه ايه تنادي فتبص فلايه بتبصله يجي لحد عندها الملكة او صاحبة المكان او الاتيكات يعني تبقى تبص بطريقة معينة ما ترفعش راسع فوق هي يعنيها بس اللي تطلع لكن ده انها ما تطلعش كده تعبك الدور ده تعبني لاني عاشته لان انا قعدت دافع عن الملكة نازلي كتير لان كنت حاسة بقى حساسها ومشاعرها كنت في البيت ازاي صباح الخير بقى يا ماما شوية فول وكده وانتي ملكة ماجستي اه ماجستي انا لا يعني كانت الحالة مأسرة عليك او حقيقة او كانت مأسرة جدا ادوار كتير انا نزلت رجلي انا حسيت ان الملكة نازلي دخلت دخلت علينا طب ادوار كتير عشان انا كمان كنت منتزوجة فنان ودايما يقولوا انتو كنت بتقولوا ايه لا والله بنبقى عاديين وكده بس انا شايفة انها بتاخد منكو ايه الادوار اللي تعبتك وقررتي تكلمي حد في الطب النفسي ساعتك لا انا قريتي بروح بتروحي اصلا بروح من بدري يعني ومش عايبة بتروحي عشان تأمني نفسك لا بروح علشان ساعات ما بعرفش اخرج وساعات المشاكل الشخصية ايه الدور اللي ما عارفتيش تخرجي ايه سبب المروحة يعني مثلا روحت في الطفان براملو الطفان نجح قوي قوي بس تعبني قوي قوي يعني جدا تعبني جدا جدا ده مشهد النهاية لوحده يتعب بلد يعني ايه مش مشهد النهاية قدين بالفضل ليه الفنان الكبير خاري بشارة لان هو كان صامت طبعا بس ماما بس فقلت له طب ممكن تخلي قلبي يتكلم فهو جدا من المدرسة دي ومدرسة برضو الأستاذ محمد سلامة كده طبعا اللي هو عايز قلبك هو اللي يقول مش اللسان يعني سهل ان احنا نتكلم لكن لازم تحسي بعنيكي وقلبك وعد انت قولي فقال اوكي فلما تأثر خيري بشعرة كانت امه لسه عايشة جالي بيعاية قالي خلتيني عملت بروفو على موت امي كانت امه كانت تعبانة قوي فقلت له ربنا يخليها لك وابتدينا نهدي خيري في الاستوديو مبتدى كان يعاية قوي تأثر هو نفسه جدا يعني هو اول واحد اللي بيوجهكو كانت يحب امه كمان هو قوي قوي فالمسألة اثرت عليه مش هو بس هو وكل اللي كانوا موجودين في الاستوديو لما قالت لها اول مرة حضنك ما تحدنينيش اول مرة اول مرة كلمت بطردش طب انت يا تعاياتي ليه يا وفاة ده خلص الجملة ده الجملة خلصت الجملة صعبة بشكل مرت في حياة كل واحد فينا يعني طبعا طبعا كلنا بنقول كل ما بفتكر الجملة دي يا شافكي كل ما بفتكر الجملة دي يا شافكي لا ما تقولي ليش أنا ناخد فاصل بقى حسنا انا عندي ناس حاجات كتير قوي فاصل وعايز ارجع وفاة عامر مش سهلة مش موسلة سهلة هي مركبة يعني هي قاعدة قدامي نزلت رجلها بقت الملكة نزلي رجعت للطفان هي مش سهلة في عفريد كوة وفاة عامر فاصل قصير ونشوف مشهد ونرجع نكمل مع الفنانة وفاة عامر وفاة الست ما بتططيش أبدا أبدا الصح انت قلتي الست قوية والست في مصر قوية رأيك ايه رأيك ايه في اللي حاصل على الستات والمحاكم وسلسل فتن أمل حربي اللي انتظر للمرأة بصي الست القوية الست اللي ما بتستسلمش الست اللي بتدور على حقها وعايز أقولك حاجة اللي له حق وما يغدوش ما يستحقوش لأنه مش بتاعه طول منسي ليك حق لازم تفضلي وراءه حتى لو الحق وده للمحاكم خلص يبقى احنا بالود ما نفعش باللسان ما نفعش بقابل كل دا ودت زين ما حدش عنده ضمير يبقى فيه العدل أساسي المدر رأيك ايه في نسبة الطلاق طلاق بقى كتير عالي نسبة عالية جدا شباب وأجيال والأعمار كانت زمان في العمر الكبير شوية المتوسط دلوقتي في العمر الصغير رأيك ايه عشان بيستعجلوا في ايه في انهم بسرعة عايزين ندخل بيت بيمثلوا على بعض وده غلط لازم يعرفوا بعض في كل الأحوال لازم الست تعرف الراجل والراجل يعرف الست في كل يعني وانا فرحانة وانا متضايقة وانا زعلانة وهو برضو عشان ما بيستوعبوش بعض ما هو أصل الاستيعاب ده يعني درجات علشان بتبقى البنت دخلة على الحياة أمها مثلا مش عيلالها ان انتي زي زمان انتي هتروحي بيت جوزك هتعودي مع سواء أمه أو معاه في بيت لوحدك انتي المسؤولة ابني ما تهديش ما فيش أم بتقول لبنتها ان البنى صعب جدا الهدد سهل جدا بخبطة هتوقعي عمارة خبطة واحدة حقيقي ليس ست الفنانة متهمة انتي فنانة وقايت ان أختك فنانة متزوجة من منتج فنان ومع ذلك المرأة الممثلة دايما عليها هيصة ودايما بتعودي تدفعي وتقولي لأ ببطلت بطلت المهمة أنا بيتي كويس مش مهمة اي حد يقول ايه المهمة ان انا مش بسئولية بسئولية بعض اللي بيخرجوا عن الطريق ولا هي لانه الإضاءة عالية على الفنان الإضاءة عالية والأصوات عالية والدوز عالية قوي كمان اليومين دول وكل واحد بس لو يراعي ضميره مش هيحصل كده احنا فنانين عندنا كويسين جدا محترمين جدا بيعملوا كل حاجة بقصول وبيعملوا خير كتير وعارفين كويس قوي انهم يغضبوا بلدهم والمجتمع تفضل يمكن لانه كان فيه فترة فيه فنانات قالتلك احنا تائبات عن الفن ده العمل المشكلة طب هم كانوا بيعملوا ايه عشان يتوبوا كانوا بيعملوا ايه ما احنا بنقدم قيمة للمجتمع الفنان هو احنا جزير الغمام وقتها خلى الناس تقول اه والله ربنا يفتح عليكس الفن حرام لا هو كان جايز وقتها الناس اللي هم انا كنت بحضر على فكرة الدعاء كان تبتي توبة احنا في كل صلاة يعني انا مش مشيخ ومش دعية اسلامية في اي وقت ونقول اللهم توب علينا واغفر لنا وارحمنا ده كان امتى سبعينات انا لا انا جيت من مصر في اوائل التسعينات انا يعني تسع وتسعين الفين قبل ما اخلي في عمر كنت ابتديت احضر مين اللي شدك تروحي الدروس دي لا كتير من زميلاتي اللي في منهم رجعوا تاني مسلوا قالوا لك اتعالي يا وفاق بس هم كانوا بياخدوني وما كانوش بيقولولي ابدا ولا تحجيبي ولا حاجة كنت بروح وبحضر ما هو انا عايز اسأل سؤال هو ده حتى لاستاذة المشاهدين طبعا مش لكي لان احنا مش مطالبين ان احنا نسأل بعض هو الحجاب ده الحجاب هو احنا نلبس طرحة بس ولا الحجاب حجاب القلب وحجاب اللسان طبعا لا هي حالة كاملة ده المسلم من سلم المسلمونة من لساني ويادي الدروس دي فدتك والله في منها حاجات فدتني كتير بس انا من الناس اللي ما باخدش قرارات متسرعة بس لكن هو الامام حاله القلب وانا مش بقول مش بعتب على طبعا اللي بيلبس طرحة كله هتحر انت حر ما لم تضر ما لم تضر مين ما لم تضر الاخرين لو كتب عنك حاجة انت زوجة وام بتقلقي ولا خلاص في البيت الكل عارف لا انا ما يهمنيش حد غيربيش ما بيهمنيش عبدالوهاب لما راحه قاله بالمهم انا ضميري في ايه يعني انا حتى عايز اقولك على حاجة الناس اللي بتدخل تكتب على الفيسبوك شتايم مثلا سواء في فنان او في شخصية عامة انا عايز اسأله دلوقتي انت ضميرك مرتاح انت راضيت غرورك ايدك اللي انت كتبت بيها الكلمة دي الوحشة دي انت راضي عن نفسك احيانا فيه ناس كتير بتقولك فيه عملية ممنهجة على ضرب الفنان المصر طبعا وعى الشخصيات العامة عى الشخصيات العامة من اكبر راس لاصغر راس انتو حاسين بك طبعا طبعا على فكرة ودي الحرب اللي محدش واخد بالو ميلها كتير في مصر ان فيه حرب الالكترونية تنادي على دكتور اشرف زاكي وتقولي له تدخل لو سمحت تشوف حتى على سوشيال نيز طبعا واشرف زاكي تعب بصراحة يعني انا بقشفق علي يعني اولا احنا حتى كفنانين احيانا بنخطئ في حق بعض لما نبقى زعلانين ما تطلعش المفروض على السوشيال ميديا ما ينفعش لما بيكتب عن ايتن حاجات كتير بتبقى مشفقة عليها ودايما بحس كده انك على سوشيال ميديا بالذات ورا ايتن الاخت يعني لو الام والاخت وطول الوقت يا جمالك يا دلالك يا خدي بالك يا لأ انا بحبها ومش بحبها يا الوه الست وانا انت عارفة اقولك على حاجة يا شافكي انا مش بحبها ايتن بس انا بحب كل حد شاطر حافظة ست وانا طبعا طب يلا ست وانا لا لما انتو عندكم هنا ست وانا اكيد نحاول نجيبها اه هي ست وانا دي ترند وعملتيها لها على تيك توك ايوة طبعا ما هي اساسا خدت شهرة عظيمة جدا وبعدين اكرم كمان الكلام حلو اللحن رائع هو دمه خفيف بيدحك من غير مجهود لو تعرض عليك الدور ده من كام سنة مع حد تاني كنت تتغني ستو انا ممكن طبعا اني عملت الفوزير يعني تغنيش لا لا ده كنت بعمل دور يعني كنت بعمل لقطة كده عايزة عزي من قدام الكاميرا الطريق صعب فيه ناس كتير جدا يا شافكي مرسي جدا انت بتفتحي الموضوعات دي فكرة هو من نجاح كده طبعا هناك من يريد ان يبدأ من حيث انتهينا نحن او من حيث انتهي الاخرين طبعا احيانا قدام المراية بتقولي ايه الوفاء عامر انا عارفة ان المراية بالنسبالك دور ادوار مرايتك انت الشخصية بتعياتي كتير على ايه لا بعيط من احيانا كان يعني ان انا ممكن اكون مقصرة في حق احد زي مين بيتك مثلا ممكن مامتي مثلا ساعة قاعد مثلا اسبوع مروحش اسأل عليها وكل حد عنده ام ياخد باله منها قوي لان دي الجنة بتاعتنا واللي معندوش ام هيدخل بيها الجنة لما يعمل لها ويفتكرها بخير وهتفضل معايا وهتيجي تزوره على فكرة يعني بشوف ابوي وبيجي يقعد معايا كده فالمراية فيها دموع كده طبعا دموعي على اللي راح فيها بهجة فيها يا جمالي يا دلالي لا لا مش قوي كده ما فيه هس يعني انا بسمعها من اللي حوالي فبتكفيني عشان يعني ان الله لا يحب كل مختالم فخورة يعني هبقى افضل طول الوقت بقول نفسي كده دخلت في سكة الغرور ونعم احبش اكتر كلمة حلوة بتسمعيها في البيت تجيلك من مين عمر ولا ولا بابا عمر هو عمر اكتر عمر يعني عمر لطيف حتى مع زميله حب يقول كلام انا عايزة الحياة وريكي مشهد كده بس هم يورونا المشهد وبعدين اسألك السؤال المشهد ده كان في الفنان العظيم محمود عبدالعزيز يا سلام يعني برضو انتي بصي جمالي انا شتغلت مع الكوبار كله طب الزغروتة دي ممكن تبقى حقيقية لو الزوج محمد فوزي قالك ده ولا لا تأمسيلي لا هقوله مبروك عادي وتزغرتي اه عادي بس ما عرفش هقولك على حاجة انت لو تصلي زغرتي دلوقتي مش هعرف اه هي بتطلع على الهوى لأ هنا الزغروتة انها بتزغرطته بالموافقة انتي ممكن تعمليها في الحقيقة مش عارف ما تحطتش في الموقف ده لو قالك انا هتجاوز عليك والراجل كان صريح والله تم كويس مؤدبة هو جاي يقول يعني الستة تقبلها ومش كل الستة تقبلها بس واحس احنا عندنا ثقافة في العالم العربي كله اعتقد ان فيه ناس قوي لما بيشوفوا البنت بيعودوا يعياته الرجالة فبعايز الولد عايز الولد وبالنسباله ان البنت دي مصيبة مع ان البنت دي ممكن تبقى سميرة موسى ممكن تبقى طبعا بقت رئيسة جمهورية طبعا الستة 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 هي اللي لها الستة اللي من قدماء المصريين كانت من عصر قدماء المصريين كانت بترسم على صحيح انت تحديتي في شط اسكندرية وبقيت وزيرة وجوزك كان غيران بس قلتلو ايه برضو الستة انا فاكرة كويس قلتلو لو قلت لا مش هرجعك حتى المخرج قال لي يعني ايه انا كانت جملة زيادة اتفقت علي انا الاستاذ ممدوح عبدالعليم قال لي المخرج قال له مش هرجعك يعني مش هتني لك كلمة فقال انا بس ما سمعتهاش فوانا بقولهالو دمعت سنة فقال لا لا تمام اوكي يعني خليك فبقت وزيرة طبعا يعني خليني اخذك الستة حالة الستات في مصر بسمعو كتير وبيتضايقو كتير من كلام كتير لما فتاوي لبعض المشايخ تطلع تقول اه من حق الرجل يتجاوز على مراته طيب بتشوفيها ازاي بشوفها اوكي من غير ما يقولها فتاوة هو يروح يتجاوز ومن غير ما يقولها يقولك من حقه مش لازم يقولها طيب والتقسير والتقسير يعني لما انت تتجاوز وتأثر مع مراته ما هو لازم كل حاجة نستخدم فيها العقل يعني انا طلعت ببرنامجين قبلك قلت يتجاوز بس فيه ظلم للمرأة يعني انا هقول اه ماشي بقول لو اخلي الظلم في قلبي اوكي انا هوافق بس انت ترضاها لاختك انت هترضاها لمامتك لو كانت مكاني انت هترضاها لبنتك لا ما بيبصوش لنا هيبقى موقفك هيلاقي مليون مبرر بس شوفي انا قلت عندي الكلام مختلف علشان محدش يقول علي اني اه بشجع انا بعمل كل حاجة انا بطبخ انا سحبتك انا اللي بلعبك طولة انا اللي بتقولي سرك لو عندك مشكلة بحلهالك لو عندك اسلحة سعيدة هيقولك قهر زهقت عايزة اغير بتحصل طيب وانت ايه رأيك لو انا كمان اتطلقت اه وعايزة اغير قوانين الاحوال الشخصية كانت محتاجة الدربة دي بتاعة المسلسل حقيقة سعيدة ان الفن رجع يقدم الدور طبعا طبعا الفن طول عمره قادر على تغيير واقع مجتمعي بشكله الوحش احيانا او بعض وحش يعني مثلا استاذ فتن حمامة رحمة الله عليها مدام امينا الرزق بمشهد غيروا قانون في الاحوال الشخصية اه فيلم اريدو حلا اه انتصروا بيه استاذ فريد شوقي الوحش الشاشة رصيف نمرة خمسة بالزبط عمل وعمل جعلوني مجرما طبع في قوانين كتير قوي غيرت تحتاجة تتغير هاخدك بسرعة لبيتك دايما اسمعك انا بحب بيتي وجريني والشارع اه اه في الحتة بتاعتك انا بتغيلي صباح الخير يا عم حسين ازايك يا يعني انا عايز اقول لكم جيران وفاء معايا في الاستوديو كمان معايا رانا هي اللي عاملالي الماكياج النهاردة جارتي وجراني حلوين يعني احنا جران كلنا مع بعض كويسين في كحكة بقى بيروح واكل بيطلع وبينزل احنا محاولينها بصينا ساكن الحمد لله في مكان كويس يعني مرة محترمة كل فيها ناس محترمين كلهم بيحبوا بعض وشكل مصر يعني انا انا ساعدة عاوز اقول ايه انا بيتي شكل مصر كلنا بنديل بعض وكلنا حنينين على بعض وكلنا بالرأي بعض بتحب انت محمد صلاح جدا والكورة وجوزاء جوزاء حبيبي طبعا انت جوزاء انا جوزاء برضا بصي كلنا حلوين الجوزاء الحمد لله كلهم حلوين كان عيد ملاده مبارح محمد صلاح ايه اللي بيعجبك بحس ان فيه كتير قوي من قصة كفاح صلاح انا صلاح مشي من نادي وقاله ماينفعش كويس احد الاندية الكبيرة وانا مشيت من احد الاعمال الكبيرة وقالولي مش هتشترك ايه هو العمل خلاص ازاي من راح اه كان استاذ براهيم الصحن وكنت في عمل ايه كان بوابة الحلوين اترفضتي من بوابة الحلوين ده انا رحت بشنطة هدومي ومشيت اول مرة نعرفها ومشاني منه المنتج الفني ليه والله هو شاف ان بعد ما روحت الحد اسكندرية ومش عايزة اقولك روحت مشي يعني روحت بيتنا مشي اه قال لا مش هتشتغلي مش لايقى عطور وكان استاذ عبدالشافي عبدالقدوس مساعد المخرج قال يا بنتي هتبقي نجمة واخيرها في غيرها وبقيتي نجمة مشوية المشي دول عدل والطريق والمشوار بقول بقى للعيال الصغيرة انتو بشفتوش حاجة انتو بشفتوش اللي احنا شفناه وفاء مشوارك محدش يقدر يغفله وادوارك كلها احلى من بعض وانا بستمتع بيكي وبنجاحك ومغامراتك وحبك ووطنيتك واحساسك بمصريتك واهلك بحس بالناس في الشارع اكتر من هو ده دوري انا كفنانة ودور كل زمالي وزمالي كلهم كده متطمنة على الشعب المصري في الازمات متطمنة على الشعب المصري وعارفة انهم جدعان الست فيهم بمئة راجل والراجل بألف دراع انا متأكدة الازمات اللي احنا فيها في العالم واحنا كمصريين ضمنها تقولي ايه للستة المصرية والعيلة انا ستة زي زي ايه ستة مصرية هيعودوا يتلقوا لما بعد اقول الرز والمكارونا هفضل اقول كده لان انا ستة بيت في الاول وفي الاخر على فكرة احنا بنشتغل كفنانين وبنستنى على فلوسنا برضو معدناش الملايين والمليارات اللي بتتقال ما تسمعوش يا جماعة كلام حد احنا زينا زيكم وبنكن زينا زيكم وبنقتصد زينا زيكم وهنفضل كده ولو طلع الف مليون صوت مش هيمني هطلع وقول نفس الكلام بصي هقولك على حاجة يا شافكي واحفظي الجملة دي وحنقولها الناس يا ما دقت على الراس طبول وحنفضل احنا عايشين من بدء الخليقة لحد نهايتها بخير بلدنا حنختم بكلام حلو بشكرك وسعيدة ان انت جيتي وحنختم بستة انا لكل ستات الحلوين يلا قولنا حيث تباكت يلا ستة انا ستة انا وفاق عامر نور فيه في التاسعة وبجد بالصدق والجمال وكده هي دي وفاق عامر تعمل اللي تعمله تفضل تقدم لك أدوار كتيرة رموز فنية جميلة بنستمتع بيها في مصر بشكرك يا وفاق جدا على دعوتك وعلى وجودك معانا في التاسعة بشكركم بكرة تلتقوا مع الزميلة العزيزة دينا عبد الكريم أما أنا لقائي معكم يوم الخميس تصبحوا على الألف خير اشتركوا في القناة